مرحبا بكم متابعين سوف نرى أمور في هذا الفيديو لن تخطر على بالك بالنسبة للفيروس الجديد الذي ظهر فيروس جدري القرادة وحسب ما ذكرته وزارة الصحة أو الصخة الملالية فإنه ينتشر في جميع أنحاء العالم وقد تم اكتشاف كذلك حالات ببلادنا وتقريبا بعدد كبير من البلدان في جميع أنحاء العالم بعد ذلك تم ظهور فيروس انفلوانزا الطماطم أو حمى الطماطم بالهند هذا الفيروس انتشر بسرعة في الهند وبسرعة كبيرة أكثر مما انتشر فيروس جدري القرادة ما هو علاقة أو ما هي علاقة فيروس جدري القرادة بفيروس انفلوانزا الطماطم هل هو نفسه أم أن هناك فرق بين الفيروسين الجواب بسيط وبسيط جدا إذا رجعنا إلى أعراض الفيروس الأول فيروس جدري القرادة فسوف نجد بأنها نفس أعراض فيروس في الموزع الطماطم حسب ما يذكر الأطباء كذلك بالنسبة للدواء فإن الفيروسين لحد الآن يقولون بأن ليس لهم دواء إذا رجعنا إلى التاريخ الهند مع القرادة فإن تعتبر القرود في الهند شيء مقدس بحسب العقيدة الهندوسية وكذلك هناك العديد من المعابد المكرسة للقرد للقرد إلى هانومان في شتى أرجاء الهند بمعنى أن تقريبا عدد كبير من الهندوس يعبدون القرادة لذلك لم يسمى فيروس إنفلوانزا الطماطم بفيروس جذر القرادة ولا يمكن تسميته بهذا الاسم في الهند لأن ألاف من الهند يحضرون مراسم صلاة من أجل روح قرد توفية فما بالك أن يسموا فيروس بفيروس جذر القرادة لا يمكن هذا مستحيل بالنسبة للعقيدة الهندوسية وكذلك بالنسبة للتقاليد الهند أظن بأنكم وصلتم للاستنتاج الذي وصلت إليه وأظن بأنكم فهمتم جيدا ما معنى إنفلوانزا الطماطم ما أصلها وما أصل حم الطماطم لذلك لا يوجد هناك خوف من فيروس جديد فالفيروس تقريبا نفسه يعني الفيروس المحتمل والذي يمكن أن يكون هناك انتشار كبير لهذا الفيروس في جميع أنحاء العالم السبب غير معروف كما يذكرون وكذلك الدواء غير موجود حاليا كما يقولون وكما ذكروا بأنه من المحتمل الكبير أن يتم اكتشاف تقليخ آخر لهذا الفيروس نصائح مهمة يجب اتباعها وهي النظافة ثم النظافة ثم النظافة فالنظافة ممكن أن تحميك من جميع الفيروسات والتي تنتشر أو تكون فيها العدوى عن طريق الاحتكاك بالآخر الملامسة أو المصافحة أو غير ذلك وأدعو الله أن يحمينا من شر الخلق شكرا على تفاعلكم إلى اللقاء في فيديو آخر دائما بكم ومعكم نواصل